في الحالة في السوق المصري هل تجد ان الارتفاعات المستمرة على اي جي اكس 30 يجب ان نهدئها بحركة صحيحية ام انك تصف الوضع بان احنا مستمرين في تريند الحقيقة السوق نهاردة كان بيستوعب حدث هام جدا وهو حدث التفكيرات اللي حدثت في طابة يوم امس وحدث تفكيرات طابة يوم امس هو حدث اقتصادي اكتر منه كمان ان هو حدث امني وسياسي بمعنى ان كانت الصراع القائم في الفترة الماضية هو صراع قائم بين مناهضة الصورة المصرية في 36 وقوات الجيش وقوات الشرطة لان الصراع انتقل لسائحين او بعض السائحين موجودين في بعض المناطق ايضا كان منطقة الطابة والغردقة وشرم الشيء كنا نعتبرها مناطق امنة بالنسبة للسياح للسياح لما يتعرضوا اي منهم لاي اضرار او اي مشاكل خلال فترة الماضية وبالتالي كان حركة صراعية رغم انها كانت مرخفضة بشكل كبير لكنها كانت موجودة بشكل او باخر التوقيت الانفجار نفسه كان قبل اسابيع من قيام برصة بيرلين وهي اكبر برصة سياحية وكان توقيت مؤثر جدا على قدرة مصر على الترويج لسياحتها في برصة برلين ايضا كان مع وجود اول فوج سياحي فرنسي كان من فترة كبيرة ايضا كان متزامن مع زيارة المشير السيسي لموسكو بما يعني زيادة التعاون اقتصادي بالمصر وموسكو نعلم ان السائحين الروس هما يعني يشكلون بند رئيسي من بنود السياحة المصرية ويبدو دكتور معتصم اسمح لي انه كل ما يحدث في مصر من شأن داخلي مظاهرات وحتى قتل واعتصامات وغيرها تعنى بالشأن الداخلي المصري يعني من ظهر في المظاهرات متوقع ربما ان يكون هناك احداث لكن ان يتم التعرض للسواح مرة اخرى بعد ما انه ممكن اخر مرة سمعنا فيها مثل هكذا حادثة كانت بعيدة هذه باعتقادك تشوه النظر الاستثمارية نوعا ما في مصر انت ذكرت عدة امور تتعلق بهذا الشأن وماذا تأثيرها هي في النهاية تؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل مباشر ليس بشكل غير مباشر بالنسبة لأحداث المظاهرات وبعض المشاكل الامنية والانفلات الامنية كانت بتؤثر على الاقتصاد بشكل غير مباشر لكن الآن تؤثر بشكل مباشر السائح قد يتأثر بالفعل سيتأثر الموسم السياح المصري خاصة الموسم السياح المصري في الاساس هو في موسم الشتاء وهو الآن في اوقات الظروة ليه وبالتالي اعتقد ان ده هيأثر بشكل واضح وهي المنطقة اللي احنا كنا معتمدين عليها في تحسنها في تحسن في ميزان المدفعات المصري كان في تحسن اداء السوء العملات الاجنبية في مصر والعديد من الامر بالعكس كان في عنا تسهيلات فيما يتعلق بنشاط السياحة وجدها وبالتالي لو جينا نشوف بقى اداء السوق بالنسبة لهذا الحدث اللي احنا كنا بنوضح ان هو حدث كبير اقتصاديا مش حدث كالحداث الماضية لو جينا نشوف السوق اللي استيعاب وهنلاقي السوق فعلا استطاع ان يستوعب هذا الحدث انتصوا بشكل حميد يبدو وفعلا وجدنا انه ما كان تردد الفعل اكتر سلبي طب خليني ارجع للمؤشر العام معك دكتور معطسيم هاي المرة بتحدث عن اي جي اكس ثلاثين تحديدا كيف تجد الاداء العام في المؤشر الجلسة اتسمت بتراجعات طيلة الجلسة لكن فقط الدقاق الاخيرة اللي اخذت معها السوق الى الارتفاع فلا يجب ان نحكم على الجلسة بانها كانت مرتفعة الى اضافة الوضع الامن اللي انت ذكرت وماذا تأثيره ما الذي ننتظر قريبا على اي جي اكس ثلاثين احنا طبعا بالتأكيد عندنا مستوى 777 ده مستوى مقومة على المؤشر واعتقد ان يعني هذا المستوى قد ذهب المؤشر لاقرابته لكنها لم يستطيع ان يتخطاسه مع عمليات جني ارباح طفيفة في شكل عرضي وثم اذا حدثت اي اخبار متعلقة بقانون الانتخابات الرئاسية اللي هو الوضع السياسي بينتظروا او ترشح المشير السيسي خلال الفترة القادمة فبالتأكيد سيكون قوة دافعة كبيرة جدا للسوق اذا رأينا السوق اليوم في فترات النزول هنجد ان الجلسة انقسمت الى نصفين نصف الاول فيها عمليات هبوط في بداية الجلسة ثم حركة عرضية ثم من المنتصف الثاني من الجلسة شفنا حركة سعودية لو شفنا احجام التداول فيها نصف الاول من الجلسة هنجد ان احجام التداول كانت منخفضة بشكل كبير جدا واحجام التداول لم ترتفع الى مع ارتفاع السوق في النصف الثاني من الجلسة اذا نظرنا بهذا الوضع على تأثير او تأثر المستثمرين هنقد ان عدد قليل من المستثمرين هو اللي تأثر في بداية الجلسة وده علامة له ان انخفاض احجام مقيمة التداول لكن المستثمرين ما زالت شهيتهم للمخاطر المرتفعة ونجد ان اي جي اكس سيفندي هو الاعداء افضل من اي جي اكس سيرتي خلال هذه المرحلة اعتقد ان اي جي اكس سيرتي سيتأثر بشكل واضح مع اقترابه من سبعة 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 تمنمية لكن الاخبار السياسية المنتظرة قد تؤدي الى اختراق هذا المستوى اعود الى سهم معين اليوم بعد اقافة تداول عليه سبب اقافة تداول هو عقد جمعية عمومي لشركة العربية الاستثمارات كيف تجد العودة؟ ارتفاع السام تقريبا 10% ماذا عن القرارات المصاحبة والتي جاءت في الاجتماع المنعقد بالامس؟ وماذا تصف الحالة؟ يعني ان الشركة ربما تؤخر او يحدث في بعض التسويف بالنسبة لموضوع زيادة رأس المال كيف تفسرون؟ الحقيقة هو كان الموضوع المنظر في الجمعية العمومية العادية وغير عادية كان في موضوعين السين الموضوع الأولاني هو إلغاء حصة محمد بن تولي ووالدته من الحصة العينية نعم والجزء الآخر هو تغيير أو تعديل مجلس الإدارة وبالتالي لا لا يوجد حديث عن زيادة رأس المال بالنسبة للعربية الاستثمارات المالية لكن الحديث عن إلغاء الحصة العينية تأثير إلغاء الحصة العينية هو زيادة نصيب السهم من السيولة الموجودة بالفعل بالنسبة لمستثمرين القائمين وبالتالي شفنا رد فعل طبيعي ومباشر للغاء الحصة العينية وارتفاع في السهم بالنسبة 10% اعتقد أن المستثمرين كان قبل الجمعية العمومية هناك شك هل سيتم إلغاء الحصة العينية أم لا نتيجة تسجيل أحدى القطعتين اللي كانوا موجودين للحصة العينية تسجيلها من قبل محمد متولي لكن القرار بالنسبة لمادة 33 من القانون الشركات 1981 كان واضحة جدا وبالتالي تم إلغاء الحصة العينية وكان الجمعية العمومية الدعوة مقدمة من مرائب الحسابية الشركة وبالتالي كان بإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية الآن المستثمرين في العربية للإستثمرات أصبحت لديهم شركتهم بدون الحصة العينية اللي كانت تمثل تقريبا 47% من عدد الأسهم الإجمالية نعم وأشكرك ضيفي من القاهرة الدكتور معتصم الشهدين نائب رئيس مجلس إدارة شركات هورايزون لتدول أوراق المالية ترجمة نانسي قنقر